عيد الربيع يستقبل في الحادي والعشرين من أذار كل عام بنشاطات وفعاليات تقام فيه عوائل كثيرة احتفت هذا العام في نادي الصيد العراقي الذي يستذكر كل مناسبة تخص العراقيين ويفتح الأبواب لعمل نشاطات من قبل أعضائه تعودنا هنا في نادي الصيد على إقامة احتفال مركزي كبير في عيد الناروز لما له من تأثير على المجتمع العراقي بصورة عامة وهو يجمع عيد النوروز وعيد الأوم وعيد الشجرة يعني أفراح جميلة فنحن نقيم هذا الكرنفال الذي يبيه هذا البازار يجب أن تشوفه وفعاليات رياضية وفعاليات صيد أيضا مسابقات حين تأتي إلى نادي الصيد تجد كافة مفردات الفرح الاجتماعي في وجوه أعضاء نادي الصيد ليش؟ أو أيضا تجد تاريخ المناسبات العراقية الوطنية الاجتماعية الدينية تقام هنا في هذا النادي بازار للأشغال اليدوية المتنوعة هو أول ما يتم افتتاحه إضافة إلى مسابقات ومهرجان للأطفال احتفاء بهم ولرسم البسمة على وجوههم ما عندنا شيء اسمه أكراد وعرب وعندنا شيء اسمه عراق والعراق للكل نحتفل بالعراق نحتفل مع الكل ويحتفلون مع الكل وهكذا هي التآخي وإلا يصبح التجانس والأدم التجانس فيصل بين هذا الجو الحلو تشوف الآن الطاولات ما تقدر تفرق وهذه الطاولة بالذات تجمع تجمع الكل فأني جدا يعني سعيدة أنا أصلا ما عايشة هنا يعني بصراحة بس من دا أشوف هاي الأجواء حسستنا أنه بالألفة بالحوف بالانتماء للوطن حتى الأيتام كان لهم حصة في الاحتفاء واستذكروا من قبل الهيئة الإدارية للنادي ليشاركوا في الفرح والألعاب ووجبات الطعام قدمونا إدارة نادي الصيد دعوة الأطفال الأيتام والأحباب الله حتى نرسم البسمة عليهم بها المناسبة الجميلة الاحتفاء بالأعياد هي سمة العراقيين فهو لم يقتصر على فئة محددة أو محافظة معينة بل توسع شاملا جميع الأطياف في أجواء تزينت بالتواصل والأفراح عمار غسان قناة الرشيد